بسم الله الرحمن الرحيم اخدنا التفريخ الصناعي طبعا الحلقات اللي قبلها كنا اخدنا التفريخ الطبيعي وخلصناه تمام اخدنا التفريخ الصناعي وبتدينا قلنا اتكلمنا عن المميزات بتاعته وعيوبه قلنا هنتكلم عليه بشكل سريع شوية عشان بس للتذكرة عشان لما نيجي نتكلم على الشغل بتاعنا النهاردة او المادة العلمية بتاعتنا النهاردة نكون افتكرنا شوية عن اللي احنا قلناه المرة اللي فاتي قلنا مميزات التفريخ الصناعي قلنا ان احنا ممكن نعمله في اي وقت قلنا ان هو ممكن ننتج عدد كبير من الكاتاكيد ممكن اتحكم في تاريخ عملية الفقس وممكن ان انا اتفادى انتقال كثير من الامراض الخارجية والطفاليات اللي بتنتقل من الام للصغار طبعا في التفريخ الصناعي ما الام الرقادة طبعا ما بتتعطلش عن وضع البيض زي التفريخ الطبيعي قلنا عيوب التفريخ الاصطناعي تاني بنقول ان هو يعتبر مكلف بالنسبة للتفريخ الطبيعي بيحتاج الى خبرة خاصة جدا اي خطأ او سعو بيحصل فيه عملية التفريخ الصناعي بنقول ان هو بيسبب خسائر مادية جسيمة طيب بينقسم لايه بقى للتفريخ الصناعي؟ بينقسم الى الى جزئين المفارخات البلدية وبينقسم الى المفارخات البلدية والتفريخ الائل بنتكلم عن المفارخات البلدية او معامل التفريخ البلدي بنقوله ان هو بينقسم الى قسمين قسم خارجي وقسم داخلي القسم الخارجي اتكلمنا عليه قبل كده يا جماعة قلنا ان هو بيكون من ثلاث غرف غرفة بيت النار وغرفة بيت النار اللي بيتم فيها ايقاد التبن لغاية ما يوصل لدمسة ويعتبر هو ده مصدر الحرارة عندي لعملية التفريخ الغرفة المقابلة لها بنقول ان هي غرفة الحاصل اللي بيتم فيها زي ما قلنا قبل كده اللوازن بتاعة العمال وبيض التفريخ بيتحط فيها الغرفة التالتة اللي هي المخلع اللي بيتم فيها عملية ان العمال بيخلعوا فيه ملابسهم وبلبسوا الملابس الخاصة بعملية ايه التفريخ او ايه او الدخول الدخول المفارخ المعمل القسم الداخلي ويعرف بالقسم التفريخ او اللي بيتم بيقى فيه عملية التفريخ بنقوله إن هو بيتكون من عدد زوج من الأفران الأفران دي بتكون في جناحين متقابلين عن بعضهم بيفصل بينهم قصبة أو ممر ضيق بنقول إن هنا هوت زي ما احنا شايفين يا جماعة هنلاقي إن هنا هوت العملية هنا هوت عملية تقليب أو تحريك البيض بيتم إما آلي أو نصف آلي المميزات التفريخ البلدي أو المميزات المفراخات البلدية قلنا كل التكاليف لإن قلنا إن المعمل التفريخ أو مبنى التفريخ بيكون من الطوب اللابين مزدوج الجدار بيفصل بينهم طبقة عازلة الطبقة العازلة بيكون فيها إما راملاي إما تبني إما حطب أشل حطب اللوز بتاع الأمر كلها طبعا حاجات طبعا رخيصة التمن قلة التكاليف الإدارية للمعمل البلدي رخص الوقود لإن طبعا المصدر بتاع الوقود عندي بيكون عبارة عن كمية التبني اللي هي طبعا بيتم إيقادها واخد منها والنار اللي بتطلع منها وعملية الدمسة اللي بتطلع منها هي دي بتكون مصدر للتفريخ عندي عيوبها بقى وكلمنا في العيوب دي باستفادة وقتها قلنا إن العيوب بتاعتها إن هي نسبة التفريخ بتوصل ل55% ل60% يعني كل مية بيضة بتخش بيطلع منها 60 كتكوت بس أو 55 كتكوت يعتبر نسبة ضئيلة جدا وبسيطة جدا وتبعت تعتبر من أهم عيوب التفريخ البلدي طيب من ضمن العيوب برضو لإن قصرة البيض الغير ملقح قلنا ساعتها إن إحنا على شاد البيض بيتم جمعه بطريقة عشوائية إن أنا إن هو المسؤولين عن تجميع البيض بينزله أي مزارع أو أماكن موجود فيها بيض التفريخ بطريقة عشوائية ممكن البيض دهوت بيكون غير مخصب لإن الأماكن اللي فيها المزارع العشوائية دي أكيد ما بتستخدمش المواصفات الكياسية في اختيار نسبة الزخور لنسبة الإنس أكيد ما بيحصلش فيها علشان كده بلاقي إن أغلبية البيض اللي أنا بجمعه أو بأخذه بيكون أغلبيته غير مخصب أو غير ملقح فبكتشف كده بعد عملية عملية التفريخ ما بتاخد خلاص وقتها وبتم لغاية نهايتها بكتشف إن البيض اللي طالع من التفريخ 55% ل60% بيعتمد على خبرة البراماوي أو الشخص اللي هو القائم بالعملية دي طبعا الخبرة الشخصية دايما يعني إلى حد ما في كثير من الأوقات أو في كثير من الأحيان بلا إنها بتفتقد للخبرة بتفتقد للدقة الخبرة دي بتفتقد للدقة بتفتقد للفعالية بتاعتها في نسبة التفريخ بلاقي إن في النهاية إن الخبرة ما بتطلع ليش نسبة التفريخ اللي هي المناسبة اللي أنا محتاجيها اللي هي بتبقى أعلى نسبة لأ ما بتوصلش خالص للنسبة دي عدم التحكم في الأمراض داخل المفرخة لأن طبعا لا إن أنا لما بجمع من مزارع عشوائية بجيب معايا الأمراض المزارع دي أنا مش عارفة المزارع دي بيكون موجود فيها اسهالات بيضة موجود فيها الفلونزة طيور موجود فيها نيوكاتسل موجود فيها أمراض تنفسية التهابات رعوية بيتم التجميع بطريقة عشوائية فبينتقل طبعا الأمراض دي من البيضة أو من خارج البيضة طبعا لداخل الكاتكوت طبعا الكاتكوت في الحالة دي مش النسبة بتطلع 55% لـ 60% بس يا جماع بلا إن كمان نسبة التشوهات في الجنين بتطلع أو الكاتكيت اللي طلعها نسبة التشوهات بتبقى فيها عالية جدا ليه؟ لإن دخلت بقى الأمراض الفيروسية والبكترية لداخل الجنين جوه الكشرة فسبب لي كل هذه التشوهات فده طبعا بتعتبر خسائر كبيرة العمال اللي بيشتغلوا في مفرخات البلدية منقول إن هو بيصابوا كثير من الأمراض وخاصة الأمراض التنفسية قلنا ساعتها علشان خاطر عملية الإيقاد بتاع التبني دي والحرق بتاع التبني الحرق بتاع التبني بيانتوا جعلوا غالس ساني أكسيد الكربون وهم يعني تقريبا بيكونوا عايشين جوه المفرخات دي فبكل التنفس بتاعهم بيكون ساني أكسيد الكربون وبيحصل إيه؟ التهابات طبعا في الجهاز التنفسي ويصابوا بكثير من الأمراض الجهاز التنفسي وفقر الدم ودي طبعا من أهم معيوب اللي بتحصل في المفرخات البلدية اتكلمنا كمان يا جماعة عن المفرخات الحديثة وقلنا إن هي بأقدر أسم المفرخات الحديثة حسب الساعة والحد قلنا ساعتها لكل المفرخات الحديثة بنفس الحجم قلنا لأ فيه صغيرة فيه متوسطة فيه كبيرة طب أنا أسمتها ليه؟ أو إزاي على أساس ده؟ أو على أساس إيه؟ أسمت إن فيه مفرخات صغيرة فيه مفرخات متوسطة فيه مفرخات كبيرة أسمتها على أساس البيض اللي بيستخدم فيها أو البيض اللي أنا بدخله فيه المفرخة دي أو استيعابها أو درجة استيعابها للبيض يعني المفرخات الصغيرة متدارش تستيعاب أكتر من 50 إلى 300 بيضة المفرخات المتوسطة من 500 إلى 600 المفرخات الكبيرة بنقول إن إحنا ممكن تبدأ من 1000 إلى 60 ألف واتكلمنا في النقطة دي وقلنا أحسن أو أفضل نسبة لعملية التفريق اللي هي المفرخات اللي بتستخدم 20 ألف بيضة اتكلمنا عن توزيع المفرخات طبعا الألية اللي بتتوزع على حسب إذا كانت بتستخدم الهواء الساخن ولا الماء الساخن وقلنا الماء الساخن أفضل من الهواء الساخن لو حد يفكرنا طب لي أو سؤال يقولي طب لي أنا بفضل المفرخات ذات الماء الساخن عن الهواء الساخن على الرغم من شيوع أو قصرة استخدام المفرخات ذات الهواء الساخن الإجابة في الحالة دي بقول آه أنا فعلا بيكون أفضل لأنه المفرخة ممكن تحتفظ بدرجة حرارتها أطول مدة ممكنة أو أطرول فترة ممكنة ممكنة عن الهواء الساخن لأن الهواء الساخن ممكن ينقطع الطيار الكهربائي ممكن ينقطع أي مصدر لمصادر الحرارة باستخدام الكيروسين أو الطيار الكهربائي في الحالة دي طبعا مش هتم بقية مراحل التفريق لكن لو أنا كنت مستخدمة المفرخة دي بتستخدم الماء الساخن بلاقي في الحالة دي أن الماء الساخن بيختفظ بالحرارة بتاعته أطول وقت ممكن وسيلة التقليب بنقول وسيلة التقليب ممكن يكون يدوي يا جماعة ممكن يكون آلي ممكن يكون نصف آلي يدوي أو نصف آلي أو آلي بالكامل وسيلة التهوية طبعا وصلنا لغاية عملية وسيلة التهوية اللي هي ذات الهواء الساكن وذات الهواء المندفع طيب هل في فرق يا جماعة بين وسيلة الهواء الساكن والهواء المندفع أو بدي بتختلف عندي في بعض المميزات الجوهرية آه يا جماعة بنقول بتختلف دي لها مقوماتها أو لها عوامل التشغيل بتاعتها ودي لها عوامل التشغيل بتاعتها أو دي تختلف عندي أول فرق بنقول إن ده بيختلف عندها وجود المروح بلاقي إن بقول إن في ذات الهواء الساكن لا يوجد مروح طب إزاي قلنا ساعتها قلنا طب إزاي بتقلب الهواء داخل المفرخة أو داخل المعمل التفريق بنقول إن بتقلب الهواء داخل المفرخة بوسط الطيارات الحامل إن بيتم تبادل للهواء أو تبادل للغازات تبادل للهواء اللي هو المحمل بالملوسات بيخش مكانه هواء نظيف وإيه ومعقب طبعا ده بيتم عن طريق شفطات أو شفط للهواء يبقى هناوات ما باستخدمش مروح علشان هنيجي بعد كده لما جينا نتكلم في التفريق الاصطناعي في أوله قلنا إيه قلنا إن إحنا برضو بنستخدم إيه مروح بعدة مروح ممكن نستخدم أكتر من مروحها عدة مروح هل الطاقة الاستعابية للمفرخة ذات الهواء الساكن زي الهواء المندفع لا طبعا هنا ذات الهواء الساكن أقصى استخدام لها من خمسين لبيضة لا تتعدل يا ليس أقصى تلتميت بيضة طيب الزات الهواء المندفع كلمنا ساعتا قلنا بتستوعب من ألف لستين ألف بيضة والأفضل قلنا اللي هي المفرخات اللي بتستخدم عشرين ألف بيضة هل هنا الأجزاء اللي بتتكون منها المفرخات ذات الهواء الساكن زي الهواء المندفع لأ هنا بنقول أن dyات الهواء الساكن بتستخدم إيه يا جماعة بتكون مكونة من إيه من غرفة واحدة أو مرحلة واحدة أو جزء واحد جزء واحد بس يعني إيه جزء واحد يعني الجزء الواحد ده بتتم فيه عملية التفريخ وعملية الفاس هل اختلفت عن الهواء المندفع آه قلنا ذات الهواء المندفع بتمقسم لجزئين ولسه هنتكلم فيهم بعد شوية تقليب البيض هنا في الهواء الساكن بنقول أن هو بيكون إما يدوي أو إما نصف آل بنقول أن هنا المفرخ ذات الهواء الساكن يا جماعة بنقول أنها إيه بداية إلى حد ما مش بدائية قوي بس إلى حد ما ما هياش آلية أو ما هياش تعتمد وليها أو تقوم عليها صناعة من صناعات الدواجل صناعة الدواجل لازم تقوم على المفرخات أعلى من كده مفرخات أعلى من كده زي ما احنا شايفين في الصورة طبعا شفناها برضو الحلقة السابقة المفرقة ذات الهواء الساكن طبعا شكلها قلنا طبعا انها بتتكون من جزء واحد جزء التفريخ والفأس في نفس المكان واعتمادها او الميكانيزم اللي بتعتمد عليه من وجود الهواء من داخلها او عن طريق الرفعة بترتفع بزيادة حجم الكابسولة وتنخفض بانكماش الهواء داخل الكابسولة وده الميكانيزم بتاعه جم احنا شايفين بتتكون من جدارين جدارين مزدوجين الجدار بتاعه بيكون مزدوج فتحة للتهوية بلاقي من تحت طبعا واكدنا على الحتة دي كويس عشان هنستخدمها او هنرجع عليها في المقارنة بين التفريخ مكينة الهواء الساكن والمندفع حتة التكفيف الكتاكيد بعد خروجها او بعد الفأس هنا بلاقي فيه درج للتكفيف هناك ما بيكونش فيه درج للتكفيف بتبقى توجد حاجة تانية لسه هنتكلم عنها طيب الجزء اللي هنتكلم اللي كاتموا وقلوا ما بنتكلم عليها بعد كده الطاقة الاستعابية بتاعة الهواء المندفع الطاقة الاستعابية بنقول انها بتستوعب من الف الستين الف كاتكو بيوجد فيها مراوح او عدة مراوح لتحريك الهواء احنا قلنا بتختلف في التانية طبعا ذات الهواء الساكن قلنا لها انها تفتقر او تفتقد الى المراوح وبتعتمد على عملية التبادل للهواء عن طريق طيارات الحمل يا جماعة طيب طيب يا شباب هل المفرغة ذات الهواء المندفع بتتكون من جزء واحد ولا جزئين لو بتتكون من جزء واحد هنسميع ذات الهواء الساكن او هنرجع للهواء الساكن لكن احنا بنقول انها بتتكون من جزئين جزء بسميه المفرغ وجزء بسميه المفرغ جزء المفرغ دو بيضع فيه البيض من اول يوم وضع البيض لغاية نهاية التفريق طيب المفقس بيوضع في الخدكيت من وينقل إليه البيض من المفرخ لغاية ما يبقى يعد فيه أو يبقى فيه لغاية نهاية مرحلة الفقس يبقى هنرجع تاني نقول الجزئية دي يبقى بتكون من جزئين جزء الاول بسميه المفرخ جزء التاني بسميه المفقس جزء الاول المفرخ يبقى فيه البيض طول مرحلة التفريق طول مرحلة التفريق بيكون موجود في المفرخ طيب المفقس ينقل إليه البيض من المفرخ ليبقى يعني قرب وقت الفقس بينقل للبيض لغاية فترة ما بعد الفقس أو لغاية مرحلة الفقس فقط طيب ذات الهواء المندفع مصادر الحرارة بتاعتها إيه بلاقي إنها بتعتمد على السخانات الكهربائية يا جماعة السخان الكهربائي يعني الشغل بتاعها كله بالكهرباء علشان كده بلاقي إن دايما بلاقي فيه مولدات للكهرباء لإني ما ينفعش المعامل التفريق الكبيرة الآلية ديت أو الصناعة الكبيرة ديت تعتمد على الكهرباء العادية لإني لو مثلا قطعت الكهرباء هلاقي إن المفرخ أو المفقسات دي طبعا وقف شغلها طبعا وده هيتسبب لي في غسائل اقتصادية كبيرة عشان كده دايما بلاقي إن احتياطات الأمن في المفرخات الكبيرة أو في المعامل الكبيرة ديت بيكون على أعلى مستوى ممكن نتخيل على أعلى مستوى ومستوى الأمن الحيوي بيكون على أعلى مستوى عمليات التطهير والتعقيم بتبقى بتاخد النسبة عالية جدا من الدقة والفاعلية ما بتتميش كده بطريقة عشوائية بتتم بطريقة منظمة وبطريقة علمية جدا قلنا تقليب البيت يا جماعة يتم آلي أو نصف آلي تقليب البيت بيتم زي ما قلنا آليا أو نصف آليا زي ما احنا شايفين في الصورة قدامنا المفرخات ذات الهواء المندفع شايفين طريقة رص البيت البيت ده هم رصوص فيه فيه رفوف الرفوف دي طبعا بيتم عملية التقليب شايفينها مايلة بالجنب ازاي مايلة بالجنب يعني إن احنا دي بتبتدي بتتعامل لها عملية التقليب زي ما قلنا بقى طبعا التقليب ده بيتم طبعا آلي طبعا بوسطة بسطة طائمرات أو بسطة مواتير آآ بى كل ساعة كل ساعتين على حسب الايه الاحتياج بتاع البيت والوقت اللي هو محتاج فيه التقليب أو طائمر البيت تقليب البيت لأن طبعا هنا ما بيستخدمش طبعا التقليب اليدوي لا يستخدم التقليب اليدوي اما آلي او نصف آلي زي ما احنا شايفين يا جماعة هنتكلم عن الجزئين اللي بعد كده المبنى بتاع التفريق جنب نفسه المبنى بتاع التفريق هل المبنى بتاع التفريق ده مش مواصفات او شروط خاصة او ممكن انا ممكن يكون المفارخات دي او مبنى التفريق ده ممكن يتعامل كأود عادية عمل عملها فيها عملية التفريق وخلاص على كده لا يا جماعة بنقول لا بنقول شروط مبنى التفريق بيكون ليه شروط ومواصفات خاصة جدا اول حاجة ان هو قريب من مزارع الامهات المنتجة للبيض مينفعش اعمل معمل للتفريق في مكان بعيد جدا عن اماكن او امهات البيض يعني البيض ينتقل معايا المسافات بعيدة كل ما قربت كل ما قربت المسافة بين مزارع انتاج البيض او امهات البيض ومعامل التفريق كل ما لقيت ان انا احصل على نسبة اعلى من عملية التفريح وعملية الفأس لان فرصة ان انا يحصل للبيض اي مضاعفات او اي امراض او انتقال امراض او شروخ او اي مضاعفات الفرصة تبقى تقل جدا جدا في هذه الحال لاخر لو بعد المكان هنلاقي ان الفرصة هتقى فرصة هتزيد علشان كده بقول كل مكان المكان اللي فيه مزارع الامهات يبقى قريب من معامل التفريح بلاقي نسبة الفأس او نسبة التفريح او نسبة الكاتاكيت اللي طلعها تبقى نسبة اعلى من لو كانت المزارع دي تكون بعيدة الجردران يا جماعة والارضية تكون ملساء ملساء يعني ايه يعني تكون خالية من الشقوق الشقوق دي بتكون مصادر مهمة جدا جدا لوجود التفايليات لوجود الحشرات لوجود القوارد وكل الحاجات دي طبعا بتسبب لخسائر اقتصادية كبيرة عشان كده الاقي الارض طبعا بتكون نضيفة جدا جدا بتكون معقمة بتكون نعمة بتكون ملساء بتكون خالية من الشقوق المبنى نضيف مفوش حشرات مفوش طفايليات مفوش اي نوع من اي مساببات الامراض اللي متعرف عليها انه عملية التعقيم والتبخير تكون بتتم على اعلى مستوى لان كل ما كنت استخدم عوامل الامن الحيوي يا جماعة يعني ايه الامن الحيوي يعني ايه الامن الحيوي يعني انا بستخدم كل العوامل الحيوية او عوامل الامن اللي بتوصل لي بالبيض المخصب الى ان هو يوصل ليه كتكوت كتكوت امن او كتكوت سليم غير مشوه او غير مصاب بالكسير من الامراض ممكن يطلع ليه كتكوت حامل لمرض هيخش لمزارع التربية هيتنقل لي الامراض تانية هتبصي اللي هي النسبة اللي فوق بتاعتها بتاعت كل ما زادت او كل ما استخدمنا الدقة في عوامل الامن الحيوي كل ما ضمننا وجود اعلى نسبة من عملية التفريخ وعملية الفقس بالنسبة للكتكوت وطبعا ضمنت ان انا هقدر انتك كمية كبيرة من الكتكوت الصالحة للتربية وده بيعتبر طبعا مكاسب اقتصادية بالنسبة لي بتكون كبيرة جدا انه يكون بعيد عن الضوضاء ما جيش يا جماعة اعمل معمل للتفريخ مكان يكون قريب من سكة حديد طبعا مكان الارض اللي بيكون موجودة فيها السكة الحديد بلاقي ان كلها عبارة عن اهتزازات وحركات طبعا ايه عشوائية طبعا والحركة بتاعت الارض طبعا الارض بتكون ايه طبعا الارض بتبقى بتتحرك حركات ايه حركات كبيرة جدا حركة الارض او حركة المكان حركة المنطقة اللي موجود فيها المعامل لازم تكون سبتة لازم تكون سبتة عملية الحركة دي ممكن يأثر لي على البدء اثناء التفريخ وكمان لازم يكون المكان اللي فيه عملية التفريخ بعيد عن الضوضاء والدوشة بعيد عن الضوضاء والدوشة ومصادر الاتزازات ما يكونش قريب من مطارات المطارات طبعا عملية يعني وجود المطار قريب من معامل التفريخ ده طبعا بسبب ليه خسائر وجود السكك الحديد طبعا بسبب ليه خسائر لان البيضة طبعا ما بتوصلش لعملية الفقس المناسب بالنسبة لها لازم تتوفر الاضاءة الكافية والتهوية الجيدة الاضاءة لازم تكون معامل الاضاءة وتكون مهمة جدا بالنسبة لعملية التفريخ والتهوية الجيدة ونسبة الرطوبة نسبة الرطوبة بتكون مهمة جدا لسه نتكلم عليها كمان شوية يا جماعة هنلاقي ان احنا بنحتاج في معامل التفريخ نسبة الرطوبة ما تقلش عن من 60 ل70% وممكن تزيد لازم يكون فيه رطوبة في معامل التفريخ طيب يقسم مبنى التفريخ وصلنا خلاص يا جماعة لمبنى التفريخ انا دلوقتي قلت موصفات مبنى التفريخ وقلت مفروض يكون على هذه الموصفات طيب تأسيم مبنى التفريخ بينقسم لجزئين قسم اداري وقسم فن طب القسم الاداري كده من اسمه من اسمه بيدل على مكوناته او اقسيمه بيشمل مكاتب ادارية جماعة بيشمل مكان لدخول العمال او تواجد العمال بيشمل حمامات بيشمل الحجر اللي خلى الملابس بتاعة العمال عشان يدخلوا المفرخات بيشمل الخدمات كل الخدمات اللي بتقدم لها عملية التفريخ بيشمل مبيت للنوباتش مبيت للنوباتش ده بنسميه القسم الاداري القسم الاداري طيب القسم التاني بنتكلم عنه القسم الفني طبعا القسم الفني ده مهم جدا هو اهم اهم قسم في في قسم او في مبنى التفريخ بنقول انه هو اهم جزء ليه يا جماعة لانه بتتم فيه كل العمليات الفنية الخاصة بالتفريخ كل العمليات الفنية اللي بتتم فيه التفريخ أول حاجة فنية استلام البيت دلوقتي أنا جايي للبيت من المزرعة للمعامل التفريح يبقى أول مكان أو حجرة استلام البيت اللي أنا بستلم فيها البيت هو جاي من المزرعة أو أمهات البيت الحجرة اللي هستلم فيها البيت بتحتوي على إيه الحجرة دي؟ هتحتوي على صواني أو أطباء برص فيها البيت يجي الفني بيتيجي العربية طبعا محملة بالبيت بتاع التفريح بيدخل الحجرة دي؟ الحجرة دي بيتم رص البيت في إيه؟ في أطباء رص البيت بيتوزن البيت يعني إيه موازين البيت يا جماعة؟ موازين لوزن البيت؟ بيتوزن البيت آه فيه بيض يا جماعة الوزن بتاعه غير طبيعي أو غير مناسب لعملية التفريح فأنا من الأول بيستبعد ما بدخلوش عمقه ما بدخلوش المفارقة ما بخلوش مكان جوه ما عمل التفريح أو جوه مفارقة نفسها يبقى من الأول بيستبعد بيد الوزن بتاعه غير مناسب لعملية التفريح جوز جهاز لتدريج جهاز لتدريج البيت طيب الحجرة التانية حجرة تبخير البيت إحنا وصلنا لحجرة مهمة جدا اللي هي حجرة التبخير بتاعة البيت هل الحجرة دي لها موصفات يا جماعة خاصة؟ ولا ممكن يعني حجرة عادية وبدخل فيها بحط فيها الغزو خلاص لا الحجرة دي مهمة جدا ولو تمت عملية التبخير بتعليلي نسبة نسبة البيض اللي خارج داخل البيض اللي خارج الكاتاكيت اللي خارجة من المفارخات لنسبة أعلى من العادي لو تمت بالطريقة الصحية بنقول حجرة التبخير دي بتكون عبارة عن إيه؟ ومصفات الحجرة دي بنقول إن عبارة عن إن هي حجرة صغيرة الحجرة الصغيرة دي بتحتوي على مروحتين مروحة في أعلى الغرفة في مكان في أعلى الغرفة المروحة دي بتبقى عبارة عن مروحة للسحب أو شفط غاز الفورمالدهايت اللي أنا هستخدمه في عملية التفريق طيب المروحة التانية بتكون جوة أو داخل غرفة التفريق إيه بفايدتها؟ إنها بتوزعلي الهواء المحمل بغاز الفورمالدهايت حوالين أو كل أجزاء البيض الموجودة أو كل جزء من أجزاء البيض أو كل صوان البيض الموجودة في الحجرة يبقى أنا عندي مروحتين مروحة لسحب أو شفط الهواء دي بتوجد في الأعلى ومروحة داخلية لتوزيع الهواء طيب باستخدم في حجرة التبخير إيه يا جماعة؟ باستخدم غاز الفورمالدهايت وده طبعا غاز سمي جدا والغاز ده باستخدمه لقتل أي مكروبات أو تفايليات أو بكتيريا حوالين البيضة في داخل غرفة التبخير طبعا لإن البيض اللي جاي ده بيكون ممكن يكون محمل بكثير من التفايليات أو البكتيريا أو الفيروسات ومش أقدر أدخله على طول على معامل التفريغ ده طبعا هيسبب لي خسائر كبيرة علشان كده بقول إن أنا الغرفة دي بتتم فيها استخدام غاز الفورمالدهايت اللي بيكون عبارة عن قاتل كبير جدا أو غاز بيخلص لي النسبة كبيرة من التفايليات والبكتيريا اللي موجودة على البيضة كمان الموجود في غرفة التبخير هل باستخدم أطباق أو سواني بيد من الكرتون ولا من مادة تانية لا إلا ما أنا باستخدم في غرفة التبخير سواني للبيض من البلاستيك نسبة الرطوبة في غرفة التبخير بتبقى عالية جدا ما بتقلش عن من سبعين أو من ستين لسبعين في المية نسبة الرطوبة ليه؟ علشان أثناء التبخير بتبقى درجة الحرارة ما بتقلش عن 24 أو 25 درجة طيب ارتفاع درجة الحرارة ده بيؤدي إلى إيه؟ بيؤدي إلى الجفاف أو ماء البيضة أو بياض بيقل يا جماعة معي علشان كده لو أنا مش مهتمية جدا أو موفرة نسبة مصدر للرطوبة عالي في حجرة التبخير هيعمل معي مشاكل كبيرة جدا طيب هل استخدام الغاز ده يعتبر آمن بالنسبة للإنسان أو للعامل اللي هو بيعمل عملية التبخير؟ كنا لا يا جماعة هو أول ما بيبتدي عملية التبخير بيطلع فورا أو سريعا من غرفة التبخير ويقفلها على طول لمدة 25 دقيقة أو نص ساعة وبعد كده بيطلع طبعا بيطلع سريعا طبعا من الغرفة دي علشان يقفل على طول الغرفة علشان ما يستنشقش وما يتنفس غاز الفورمالدهايد السام وده طبعا هحصل له مضاعفات طيب بعد ما قفل الغرفة على غاز فورمالدهايد وتم عملية التبخير للبيت داخل الغرفة دي إيه اللي بيحصل يا جماعة؟ بيتم تشغيل طبعا بيجي دور المراوح اللي هي في الأعلى اللي عملية المراوح اللي بستخدمها من خلالها عملية سحب أو شفط غاز الفورمالدهايد إلى الخارج طبعا بشغل المراوح دي لمدة ساعة بتشفط لي أو تسحب لي كل غاز الفورمالدهايد الموجود في الحجرة بعدها أقدر أفتح الغرفة بسلام أو أمان بالنسبة للعمال طيب اتكلمنا طبعا باستفادة عن حجرة التبخير وتم عملية التبخير زي ما احنا شايفين بغاز الفورمالدهايد وده يعتبر من أهم الغازات المستخدمة ويعتبر غاز جدا غاز سمي جدا ودار بصحة الإنسان يبقى اللي بيتم جوه غرفة التبخير التبخير يا جماعة أو آلية التبخير دي لازم يتم بطريقة فنية متخصصة أو دقة كبيرة جدا لأن لو ما دمتش بدقة كبيرة جدا خاصة عملية التبخير دي بتسبب خسائر كبيرة جدا سواء خسائر مادية أو خسائر بشرية ممكن الإنسان يختنق جوه الغرفة دي لو ما عملش حسابه أنه هو يعمل عملية التبخير ويطلع بسرعة من الغرفة أو ينسحب بسرعة من الغرفة ويفر الغرفة طبعا هيصاب بأمراض في الجهاز التنفس طيب القسم الحجرة اللي بعد جدا حجرة فرز وتعبئة البيت فرز وتعبئة البيت اللي هي عملية التدريج البيت أو استبعاد البيت الغير صالح للتفريق على حسب الحجم والشكل الظاهري طيب هنا هنتكلم يا جماعة عن مقطة مهمة جدا في حجرة الفرز أو فرز البيت أنا دلوقتي خلاص عملت البيت جي من مزارع الأمهات ودخلت غرفة التبخير وعملت له عملية التبخير هاجي بعد كده هفرز البيت طيب هل فرز البيت ده بيتم بطريقة عشوائية ولا بيتم بطريقة فنية لا يا جماعة ده بيتم بطريقة فنية كبيرة جدا مش اي بيضة باستبعدها مش اي بيضة باستبعدها ليه لان ممكن تبيضة لو انا ما عنديش الخبرة لو العامل الفني دوت او الانسان اللي هو القائم بهزي العمل ما عندوش الخلفية الكافية او الفنية الكافية او الخبرة الكافية في اختيار البيت طبعا ده هيسبب خساية طيب باستبعده عن طريق ايه او ايه هي العوامل اللي بتقول لي استبعد البيت ده وما استبعدش البيت ده اولا على حسب الشكل الخارجي على حسب الشكل الظاهري اول حاجة على حسب الشكل الظاهري لو البيت دوت ماخدش مش واخد الشكل البيضاوي يبقى انا باستبعده يعني لو ااخد شكل قروي شكل منبعد شكل مستطيل اي شكل من الاشكال خلاف الشكل البيضاوي باستبعده طب ليه ليه انا باستخدم الشكل البيضاوي او هو الشكل البيضوي هو الشكل القياسي او الاساسي بالنسبالي بنقول لان الشكل البيضوي ده هو ده اللي بياخد شكل الجنين داخل البيضة او الشكل او المحور الطولي للجنين داخل البيضة يعني معنى الكلام ده ان الجنين جوه البيضة بياخد المحور الشكل او المحور الطولي الشكل او المحور الطولي ده ما بيتناسبش غل مع الشكل البيضوي يبقى البيضة الشكل البيضوي ده بيتناسب مع المحور الطولي بتاع الجنين وكمان بيسهل من عملية الفأس علشان احنا لو البيضة مثلا لو خدنا على سبيل المثال لو البيضة مدورة بتاخد الشكل القروي هيتبقى الجنين جوه هيبقى جوه شكله ايه هيبقى منبعج على بعضه كده جوه الجنين جوه البيضة فطبعا عملية استكمال النمو بتاعته مش هتتم عملية الفاكس مش هتتم يبقى اي الشكل بخلاف الشكل البيضوي يا جماعة بيستبعد من عملية التفريق طب ده بالنسبة للشكل بنقول الحجم بنقول الحجم المتوسط هو بيديني اعلى نسبة تفريق او نسبة فأس عن الحجم الصغير والحجم الكبير ليه الحجم المتوسط يا جماعة بنقول ان الحجم المتوسط بيكون نسبة البيض جوه واللي الصفار بتبقى نسبة كياسية او نسبة متعرف عليها اللي هي النسبة من اتنين لواحد لكن لما لاي ان البيض صغير في الحجم هلاقي ان نسبة البيض والصفار قليلة جدا هتيجي ان الجنين ينمو عليها هنبص انه بيستهلك بسرعة كمية البياض والصفار. فاقرب وقت ممكن وهيبص بعد كده مش هيقدر يكامل النمو بتاعه. هلاقي اللي بيتطلع لي جنين غير مكتمل النمو. جنين مشوه. جنين الاعداء الدخلية بتاعته غير مكتملة. ومن هذا الكبير طبعا. وطبعا بيطلع طبعا عملية التفريغ طبعا غير ناجح. او نسبتها بتقل خلق. طيب. افرد حجم البيضة كبير. بنقول حجم البيضة كبير. بلا ان فيه البياض بيكون اكتر من الصفار. بيبقى بنسبة كبيرة. طيب هل وجود البياض اكبر او نسبته كبيرة اوي بالنسبة للصفار? ده اقاب. بنقول ان هو بيعمل عملية اعاقة للتبادل الغازي بين او تبادل الغازات بين داخل البيضة وخارج البيضة. او بيكون مصدر مصدر الحرارة اللي بيخش ليه الجنين عشان يستكمل النمو بتاعه ما بيوصلش ليه الجنين لانه بيبقى ايه بيعتبر المسافة كبيرة او بيعتبر عازل. يبقى انا بستبعد. برجع تاني النقطة اللي كنت بتكلم فيها اللي هي عملية استبعاد وفرز البيض. عملية استبعاد وفرز البيض لازم يكون على حسب الشكل الظاهري والحجم. دي حاجة. تاني حاجة على حسب الشكل الفحص الداخلي. طيب. على حسب الفحص الداخلي او الشكل الداخلي. ده بيكون عبارة عن بيجي ازاي? او بستخدم في ايه? بستخدم في عملية الفحص الضوي. عملية الفحص الضوي. او باستخدام الفحص الضوي. يعني الفحص الضوي بمرر ايه الكاراتين بتاعت البيض على او سندوق البيض ديت بتمر على فحص ضوئي بيشوف لي جوه البيضة شكل ايه او ايه اللي بيحصل جوه البيضة او الشكل المناسب او القياسي جوه البيضة هل سليم او غير سليم طيب مواصفات البيض اللي هو غير صالح للتفريق او ما ينفعش للتفريق في الجزئية دي عن طريق الفحص الضوئي بلاقي ان عدم تناسب او كمية البيض للصفار غير مناسبة بلاقي ان نسبة البيض للصفار ما هياش اتنين لواحد. على نسبة مختلفة تمام. تاني حاجة كمان بلاقي ان فيه بلاقي تجمعات دموية على البيض او الصفار. تجمعات الدموية على البيض او الصفار بتقول لي ايه بقى او بمؤشر بعد كده بيقول لي ايه. بيقول لي ان الجنين اللي هيطلع بعد كده هيطلع لي جنين مشوه. او غير كامل التكوين. او مشين فان هو يكمل معي بعد كده. وهيسبب لي خسايا. فطبعا ببتدي استبعده. يبقى البيض بيكون داخل داخل البيضة بيكون تجمعات دموية على البيض او الصفار. هلاقي نسبة البيض للصفار ما هياش نسبة قياسية او مش متعرف عليها. اللي هي من نسبة من اتنين الى واحد. هلاقي كمان يا جماعة وجود وجود اي عوامل او اي مسببات للامراض طبعا ممكن تظهر جوة البيض طبعا. النقطة اللي هنتكلم بعد كده عليها حجرة حفظ البيض. طيب انا خلاص عملت استبعاد للافراد او للبيض الغير قابل للتفريق او غير صالح للتفريق. وبقى عندي خلاص البيض اللي موجود دلوقتي معي هو البيض الصالح للتفريق. او اللي هكمل بيه وادخله المفارقة. بعد ما بستبعد او بعمل عملية الفرز بدخله بعد كده لحجرة حفظ البيض. حجرة حفظ البيض دي يا جماعة بتكون عبارة عن حجرة بيتم فيها حفظ البيض زي تلقجة او يعني بنسميها يعني مجازا زي التلقجة. بتبقى درجة الحرارة فيها يا جماعة من 12 ل 15 درجة مقوية ونسبة الرطوبة بتاعتها بتبقى عالية جدا. ليه؟ قلنا قبل كده في حلقات سابقة ان درجة الحرارة دي بتختلف على حسب مدة وجود البيضة جوة اماكن الحفظ. يعني ايه الكلام ده؟ ان انا لو انا هخلي البيض فترة اكبر جوة غرفة التبريد او جوة غرفة حفظ البيض. لو انا هكبر المدة او المدة هتزيد عن سبع ايام او عن ثلاث من ثلاث لخمس ايام هتزيد المدة هلاقي درجة الحرارة بتقيم. يبقى انا لو انا المدة هتبقى كبيرة يبقى ده بيستلزم علي ان انا اقل من درجة الحرارة. طيب لو مدة في المدة العادية من ثلاث لخمس ايام او ما زادتش عن السبع ايام هلاقي ان درجة الحرارة بتبقى درجة الحرارة متعرف عليها من 12 ل 15 درجة مقوية. والرطوبة طبعا احنا بنقول 70% طيب البيت بعد كده جماعة بعد ما بطلع من من حجرة التبريد او حجرة الحفظ بتاع البيت يعني انا ممكن مثلا ايجيني بيض احطه في الغرفة دي او اخليه في غرفة الحفظ بتاع البيت لغاية ما يطلع مثلا فيه بيض موجود جوه في المفرخ هيطلع البيض من المفرخ ابتدى دخل البيض ده مكان طيب على ما يخش يا جماعة بقول انه هو بيكون موجود في صالة التفريق وقت معين وقت معين بحطه في صالة المفرخة بيفضل فيه البيت بيطلع من غرفة التبريد او غرفة الحفظ اللي صالة المفرخة اهم جزء فيه مبنى التفريق هو صالة المفرخة لان يا جماعة هنا بقى وصلنا لعملية التفريق نفسها او لب عملية التفريق اللي صالة التفريق او الصالة اللي هيتم فيها عملية التفريق ايه مواصفات الحجرة حجرة التفريق او صالة التفريق دي بنقول مواصفاتها انها تكون معزولة تماما تكون نظيفة ومطهرة نظيفة ومطهرة دي حجرة الفاس تكون نظيفة ومطهرة باستمرار تكون معزولة درجة حرارتها ما تقلش عن 24 درجة مقوية لان انا دلوقتي معنى ان انا دخلت على 24 درجة مقوية يعني انا بقول ان انا وصلت لدرجة الحرارة المناسبة لعملية التفريق وصلت لدرجة الحرارة المناسبة لعملية التفريق بقول ان كمان صالت المفرخات دي بتحتوي على شفطات ايه فايدة الشفطات دي فايدة الشفطات دي انها بتشفط لي الهوى من جوة صالت التفريق الى ايه الخارج ليه بتشفطه بتعمل لي عملية تجديد للهوى بتعمل عملية تجديد للهوى وتثبط لي درجة الحرارة وتثبط لي الرطوبة بتاعة المفرخة او الموجودة في صالت التفريق صالة التفريخ بتكون طبعا كمان بتكون مزودة باللوازم الفرز والتداول اللازمة يعني عشان هيطلع من عندي من صالة التفريخ هيبتدي بعد كده خش في مراحل تاني يبقى المكان ده هيكون فيه كل اللوازم الاساسية او الخاصة بعملية التداول فيما بعد يبقى احنا بنقول من اهم مميزات او الشروط الواجب توفرها في صالة المفرخات انها تكون معزولة تكون خالية من الهواء الفاسد تكون مناسبة لعدد او كمية البيت كمان اللي دخلها ما يكونش الصالة مثلا ديقة او صالة مفرخات ديقة او قليلة او عدد مفرخات فيها قليل او هغزيع بيض اكبر من طاقتها او طلعته من غرفة التبريد او غرفة الحفظ وابتدى دخل كمية اكبر او كمية قليلة يبقى فيه تناسب من كمية البيض اللي دخلها في صالة التفريخ وبين البيض وبين حجم صالة التفرير طيب شايفين يا جماعة الجزء اللي بعد كده اللي هو في المبنى الفني أو الكسم الفني حجرة في الفحص الضوئي حجرة الفحص الضوئي حجرة الفحص الضوئي زي ما احنا شايفين قدامنا بيتم الفحص الضوئي فيها زي ما اتكلمنا من شوية بعمل عملية فحص ضوئي فيها عبارة عن ايه الفحص الضوئي دي او بيتم في عملية الفحص الضوئي دي بيستبعد البيض اللايح اللايح يعني بيض ما حصلهش تخصيب ما هوش مخصب ما فيش زيجوت فيه ما فيوش جنين يبقى البيض اللايح او الغير مخصب ده بيستبعد فيه حجرة الفحص الضوي طيب كذلك البيض المحتوى على جنين ميت البيض بيحتوى على جنة ميتة كمان بيتم عملية الفحص الضوي امتى يا جماعة في اليوم السابع لليوم التمنتاشر يبقى عملية الفحص الضوي بيتم في اليوم السابع لليوم التمنتاشر طيب ممكن يتم في اليوم السابع ممكن يتم في اليوم التمنتاشر او ايه او ما بينهم يعني من اليوم السابع لليوم التمنتاشر او بتختلف العملية ديت في المعامل الكبيرة يا جماعة او في الاليات الكبيرة او يا جماعة بتختلف لاني بلاقي ان هي في المعامل الكبيرة او في الماكينات التفريخ الكبيرة بيتم مرة واحدة بس ما بيتمش على مرتين بيتم مرة واحدة بس في اليوم التمنتاشر لغاية قبل الفأس على طول. يبقى من البيت بيتم مرة واحدة في اليوم الثمنتاشر لغاية قبل. اللي هو قبل الفقس مباشرة. لان طبعا احنا عارفين الفقس طبعا كل واحد وعشرين يوم. يبقى ده بيتم الفقس عملية الفحص الضوئي دوت قبل الفقس. مباشرة. طيب الفحص الضوئي ده بيتم عن طريق يا جماعة. بيتم عن طريق ان بنجيب سنديق. السنديق ديت بتحط عليها ثواني البيت وبصلت عليها لمبة او بيتم تركيز عليها لمبة بتكون شديدة الضوء. اللمبة بالضوء الشديد بتاعها القوي دوت بيبين لي او بيوضح لي ما ايه اللي موجود جوه البيضة. عن طريق الضوء الشديد ده. لو الضوء الشديد ده بيبين لي اذا كان الجنين ميت. اذا كان الجنين غير مكتمل. اي تشوهات. البيض فاسد. ما حصلش اصلا. البيض كان غير مخصب اساسا. وما حصلش تكوين بيض من اساسه. كل الحاجات دي طبعا بتوضح لي بعملية الفحص الضوئي. طيب. صالة المفقصات صالة المفقصات ديت وفيها هيتم نقل البيض. من المفرخات الى المفقصات بيتم نقل البيض بالصواني بتاعته الى صالة المفقصات اللي بيفضل في صالة الفحص لغاية ما تفقس الكاتاكيد طبعا وتديني الجنين الكامل او يديني الكاتكوت الكامل. صالة التجنيس بتتم فيها عملية التجنيس. يعني ايه التجنيس يا جماعة ان انا بفصل الزكور عملية فصل الزكور عن الانس. وزي ما هناخد بعد كده فيما بعد هناخد عملية التجنيز دي بتتم بثلاث طرق لسه هنعرفهم فيما بعد او كمان شوية طيب صالة الكاتاكيد دي بقى فيها هيتم نقل الادراج بتاعة الفأس حيث تتم فرز الافراد الصالحة للتربية والافراد الغير صالحة للتربية طبعا بيحصل لها عملية استبعاد وتم فيها عمليات ما بعد الفأس يبقى صالة الكاتاكيد دي بتتم عملية ما بعد الفأس هو فيها عمليات يا جماعة بتتم في معمل التفريغ بنسميها عمليات ما بعد الفأس اه فيها عمليات ما بعد طلوع الكاتاكود او خروج الكاتاكود او فأس الكاتاكود بتتم عليه عمليات العمليات دي بتتم او بتحصل فيه صالة الكاتاكيد اللي بتتم فيها عمليات ما بعد الفأس يبقى احنا كنا بنتكلمنا عن صالة المفأسات وصالة التجنيز وصالة الكاتاكيد وقبل منهم اتكلمنا على عملية الفأس الضوئي وايه اللي بيتم فيه اهم عمليات يا جماعة ما بعد الفقس هنتكلم على العمليات بعد الفقس انا دلوقتي قلنا البيت طلع طلع من الفقس او وصل لعملية خروج الكاتاكيت او دلوقتي حصل عملية الفقس وخرج لي الكاتكوت الكامل طيب ايه اللي بيحصل اول حاجة بتحصل على الكاتكوت الكامل عملية التكفيف تكفيف الكاتاكيت لانه بتطلع طبعا الكاتكوت لما بيطلع من داخل الوضع بتاعه اللي ربنا سبحانه وتعالى اتاح ليه كل مقومات الحياة بتاعته جوه البيضة بيطلع الكاتكوت طبعا مبلول لانه بيبقى حواليه الرتوبة او البياض او الصفار طبعا موجود حواليه بيطلع على شكل مبلول طب هل بيتاخد كده بيطلع على طول على الصواني اللي بعد كده او الكاراتين اللي هبتدي انقل بها البيضة اللي كاتكيت على طول ولا بيتم عملية اه لا يا جماعة ده بيتم عملية وعملية مهمة جدا اول عملية عملية التكفيف لازم يحصل عملية التكفيف لكاتكيت بعد خروجها من المفقسات طيب بيتم الكاتكيت لا بيتم عن طريقتين يا اما التكفيف بيتم عن طريق الهواء الجاف وده بيتم طبعا فيه المفرخات الكبيرة المفرخات الكبيرة طب المفرخات الصغيرة دي بيتم عملية التكفيف عن طريق ايه زي ما احنا شفنا من شوية مش شفنا من شوية واردكم فيه المفرخة بيبقى فيه درج من تحت درج اللي وجود درج التكفيف بتحط فيه الكاتاكيت الصغيرة بعد عملية الفاس الكاتاكيت دي بتفضل في الدرج ده بتاع التكفيف لغاية ما تجف تماما بسبب في الدرج لغاية ما تجف لكن في المفرخات الكبيرة طبعا ما فيش درج للتكفيف لكن انا انا بعرض الكاتاكيت ديت لهواء جاف الهواء الجاف طبعا بيحتويها كلها او بيمر عليها كلها وبيتم سحب الرطوبة او الميا اللي حوالين الكاتاكوت ديت وبيحصل له عملية ايه عملية الجافف طيب فرج الكتاكييت طيب خلاص أنا جففت الكتاكييت خلاص تمام طيب بعد كده بفرز الكتاكييت هل كل الكتاكييت اللي طلع من المفرخ أو المفاقس كلها تبتدي يحصل لها عملية تداول أو خروجها بوسطة الأعرابيات النقل هبتدي أوزها على المزارة ولا لا لا يا جماعة لازم عملية فرج الكتاكييت مش كل الكتاكييت اللي طلع أو كل الإنتاج اللي طالع من المفرخات او المفقسات يصلح لعملية التربية فيما بعد ليه لان بيطلع فيه ممكن الاقي جنة مشوهة ممكن الاقي جنة ضعيفة ممكن الاقي جنة شزة شزة التكوين اجنة فيها عيوب في الرجلين في المنقار في العينين ممكن الاقي الجنين هزيل وضعيف ماينفعش ان هو يكمل معايا في عوامل التربية بعد كده فهستبعده فكل العوامل دي كله او كل العوامل الشزة دي كلها تعتبر عوامل شزة ماينفعش اكمل بالكاتكوت بعد كده لعملية التربية فهيتم بايه استبعادها طبعا ممكن الاقي طبعا من ضمن العوامل دي كلها ممكن الاقي عدم التحام السرة عدم التحام السرة ده طبعا بيبقى حاجة حاجة مهمة جدا لو ما حصلش التحام للسرة ده طبعا ما بيحصلش الجنين الكاتكوت ده بيكون غير صالح للتربية ومش بيكمل معايا لان اساسا لو الجنين الغير ملتحم السرة بيبقى يوم يومين بلاقيه حصل له نفوق طيب ايه العمليات اللي هي ما بعد الفقس يا جماعة برضو هنستقنفها بنقول عملية تجنيس الكاتكوت يعني ايه تجنيس الكاتكوت يعني ازاي اميز بين الانتاج اللي طلعلي من المفرق او المفقس اقول ان دولة ده زكور وده انس ده زكور وده انس طيب انا ليه بعمل عملية التجنيس عشان اعمل عملية توجيه للانتاج يعني ايه برضو توجيه الانتاج يعني ازا كان زكور هاخده ان هو يخش في ناحية في ناحية التربية وبيكمل لانتاج اللحم طب لو ايه ناس بدخلوا فيه فيه اتجاه انتاج البيت يبقى بعمل عملية التجنيس او الفصل بين الزكور والانس علشان توجيه الانتاج علشان اعرف ده بيتم طبعا فيه بيكون اكتر زهور او اكتر شيوع طبعا فيه المفرخات الكبيرة لان انا محتاجة انتاج لان انا بدخل على عملية انتاج عملية انتاج طيب بتتوقف عملية التجنيس دي او او عملية التجنيس دي بتتم بكم طريقة جماعة بنقول ان هي بتتم ب 3 طرق تجنيس الذاتي التجنيس بالطريقة اليابانية التجنيس بواسطة المنظر أو جهاز التجنيس طبعا كل طريقة من الطرق ديت لها طريقة عميل لها أو طريقة استخدام لها أو طريقة أنا بستخدم بيتم بها بتختلف كل طريقة عن التانية من ضمن التلات طرق اللي احنا قلنا عليها التجنيس الذاتي التجنيس بالطريقة اليابانية التجنيس بواسطة المنظر هنا يا جماعة نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة وفي الحلقة القادمة سوف نستقنف عمليات ما بعد الفأس أو عمليات اللي بتقوم على الكاتكوت ما بعد عملية الفأس من عملية التفريخ والفأس شكرا لحضراتكم وشكرا لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة